اشتركوا في القناة وفي رسم حدوده الجغرافية ولا شك أننا نطوق في هذا المؤتمر لفهم هذه المرحلة التاريخية تزامناً مع الواقع العربي اليوم وما تبعث به ثوراته من فقدان السيطرة على التحكم في ضبط الحدود الجغرافية التي رسمتها الاتفاقات الاستامارية خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها وخاصة في المشرق العربي أتقدم بالشكر لجميع المساهمين في إنجاح هذا المؤتمر وبالأخص للأسابد المؤرخين الذين ساهموا بكتابة أوراق وكذلك كل من عمل في المركز وخارجه على إنجاز إنعقاد هذا المؤتمر وأخص بالذكر الدكتور وجيه كوثراني لجهده الخاص في جعل هذا المؤتمر ممكناً وبالحقيقة استعيير ميثولوجيا الأطلس حمل الدكتور كوثراني سخرة المؤتمر على كتفين الأوراق المقدمة في الجلسة الأولى من المؤتمر تخاطب مقدمات الحرب العالمية الأولى وتبين العلاقة بين تداعيات جيوسياسية في منطقة البلقان وعلاقتها بالتنافس الدولي والسياسة الاستعمارية في العالم العربي وكذلك تظهر أهمية عمل النفط في استراتيجية صنع تدخل الاستعماري وحدود تقسيم الدول العربية الناشئة يذكرنا هذا الأمر كثيراً بما يحدث اليوم والشبه غير بعيد بين التداعيات السياسية في منطقة البلقان التي أشعلت الحرب الأولى وبين أزمة أوكرانيا اليوم وبين التنافس الدولي في المنطقة العربية في الحرب الأولى وبين استعادة هذا التنافس دوره في رسم مخرجات الواقع العربي الراهن أبنى الثورات والتغيرات الورقة الأولى بعنوان الحرب التي يمكن أن تندلع في عام 1913 الخلفية البلقانية لإندلاع الحرب العالمية الأولى يقدمها الدكتور محمد الأرنقود ولا أظن أن هناك من هو أفضل من الدكتور أرنقود لتوضيح هذه الخلفية وهو يجمع بين المؤرخ وبين الانتمائين الكوسوفي والسوري ويعمل الدكتور أرنقود الآن في قسم الدراسات الإنسانية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان الأردن واختصاصه التاريخي المعاصر والعثماني ومن إنجازاته كتاب البلقان من الشرق إلى الاستشراق فضل الكلمة للدكتور أرنقود شكرا دكتور أرنقود أسمحوا لي أولا أن أشكر المركز حقيقة على تبنيه مثل هذا المشروع المهم والذي هو كانت نواته هكذا فنجان قهوة صباحي مع صديق العزيز الدكتور السيار في تونس الذي رفعه وبالتالي تبلور كما نراه اليوم وهذه حقيقة يحتاج إلى تحية خاصة إذن للمركز على تبنيه هذا المشروع المهم بالنسبة لورقتي وبسبب الوقت الضيق وسنتابع الأمر على الخرائط التي لا بد منها فطالما أن الورقة وهي واسعة موجودة لديكم فلا أريد أن أقرأ بطبيعة الحال أريد أن أوصل رسائل هي موجودة بين الصطور ولكن أقشى أن لا تكون واضحة بما فيه الكفاية لذلك سأوضحها في هذه الخلاصة طبعا هذه الرسائل تقوم كما قالت الدكتورة هدى ربما على التشابه بين المنطقتين وبين مصير المنطقتين وبالتالي ضمن هذا التشابه نجد هناك شعوب محظوظة وشعوب مغبونة الشعوب أتيح لها أن تكون لها دول قومية وشعوب لم يتح لها ذلك وليس الأمر هو له علاقة بما قاله الدكتور وجيه بحق تقرير المصير وإنما حقيقة بالمصالح وبالتالي أحيانا كانت هذه المصالح تحتاج وتفرض تشكيل دولة وأحيانا كان يحدث العكس وبالتالي ربما من المفارقات أن الحرب كما سنجت بالخلفية أساسا قامت على إصرار النمسا في بينا لمصالحها طبعا أقليمية على تشكيل دولة أوروبية بغالبية مسلمة فما هي هذه المصلحة التي كانت تفرض على بينا أن تغازل المسلمين وأن تشكل لهم دولة في قلب أو في طرف البلقان وبالتالي هذا الشيء سنتابعه من خلال الخرائط ونفس الشيء نجد بالتالي في 1999 أن الغرب يتدخل أيضا لخلق دولة ثانية بغالبية مسلمة كوسوفو وبالتالي بالتأكيد ليس الأمر أيضا بمعنى ما هو لأجل عيون أو سواد عيون أو زرق عيون الكوسوفيين فإذن حقيقة هذه الورقة تتناول كما قلت هذه السيرورة إذن مسائل كيف مثلا أن الغرب في 1918 كان من صالحه وعمل على تشكيل يغوسلافيا التي كانت أكبر دبلة في غرب البلقان على حساب النيمسا وكيف أن الغرب في 1991 لم تعد له مصلحة بل أصبحت مصلحته في تفتيت يغوسلافيا التي تفتت إلى سبع دول فهذه ممكن أن أقول من الخلفيات من خلفيات إذن الحرب العالمية الأولى أيضا يعني يمكن القول أنه في هذه الورقة مقاربة جديدة وهذه المقاربة أصبحت ممكنة مع اقتراب الذكرى المئوية للحرب لأنه حقيقة يعني البلقان تغير كثيرا في العقدين الأخيرين انحسرت ما يمكن نسميها بالمقاربة القومية والإديولوجية وبالتالي أصبح هناك يعني مجال لمقاربة أكثر واقعية وأكثر موضوعية وربما هذا الشيء أيضا يعني يشمل المنطقة عندنا نحن الآن يعني في انتظار مئويات عديدة وبالتالي عندنا الآن حرب السويس ثورة العربية وعد بلفور وغيرها وبالتالي كيف يمكن مع استعارة هذا عنوان المؤتمر رؤى عربية أن ننتج رؤى جديدة لهذه الأحداث المفصلية في المنطقة هذا هو السؤال إذن والتحدي ولذلك إذن في هذه الورقة مرة أخرى إذن تقوم على مقاربة بالاستناد إلى ما نشر ولا الشك مع اقتراب الذكرى المئوية كانت هذه فرصة لنشر العديد من المذكرات والدراسات التي تقوم على الأرشيفات أو ما هو الجديد إذن في لغات المنطقة أي في اللغة السربية والكرواتية والألبانية وطبعا بإضافة إلى الإنجليزية وغيرها كما ترون في العنوان إذن التحدث عن حرب كانت يمكن أن تقع في لنقول 25 أكتوبر 21 أول 1913 وبالتالي ما حدث في 28 تموز 1914 هو ممكن نقول كان يمكن أن يحدث في 25 وبالتالي هنا التوقيت واغتيال ولي العهد المناسبة بين قوسين الذي لا يزال غامضا ولم يحسن تماما حتى بعد مرور مئة عام لم يكن مهما موضوع اغتيال ولي العهد وإنما مرة أخرى كانت ظروف المنطقة وصلت إلى أنه في أي لحظة كان ممكن أن تندلع هذه الحرب وقد اندلعت إذن أخيرا كما كان في 1913 الحرب اندلعت في البداية بمعنى ما بين دولتين بين النمسا والسربيا ثم توسعت بفعل إذن تداكلات المصالح والتحالفات الإقليمية الورقة في إبراز هذه الخلفية الجديدة تقوم على أن الحرب كانت نتيجة محتومة لتصادم مشروعين كبيرين لسيطرة على البلقان ما أسميه في الورقة مشروع غريشانين 1244 المنسوب إلى وزير الداخلية ثم وزير الخارجية الصربي إليا غريشانين والمشروع الآخر الذي أسميه مشروع سلونيك الصربي عفوا النمساوي وسلونيك لأنها كانت هي الهدف النهائي لهذا الاندفاع النمساوي نحو الشرق الذي طلاقت فيه مع مصالح إذن ألمانيا فكما سنشاهد على الخرائط هذا التصادم بين هذين المشروعين الكبيرين كان مهما لدول أخرى بسبب أهمية البلقان للمشروعين ومن يقف وراء المشروعين فبالنسبة لصربية قام المشروع على تأسيس دولة صربية ثم دولة يوغسلافية كبرى تمتد من البحر إلى البحر تقريبا من البحر الأسود إلى البحر الأدرياتيكي وعلى حين بالنسبة للنمسا كان المشروع النمساوي للوصول إلى بحر إيجي مهما ضمن ما سميه بالاندفاع نحو الشرق لأنه البلقان كان بمثابة ممر أو كريدور ما بين أوروبا الوسطى وما بين بالتالي يعني المشرق ومن ثم مروراً بأسيا الصغرى ووصولاً إلى بلاد الشام فهذا كان جزء من مشروع أكبر بكثير فإذا تسمح لي باستعراض الخريطة الأولى الخريطة الأولى تتحدث عن المكونات الأثنية للبلقان فكما تلاحظون باللون الأخضر عندنا ما يسمى سلاف الجنوب أو اليوغسلاف من بلغاريا إلى صربيا بوسنا كرواتيا وسلوبينيا وماكادونيا والجبال الأسود عندنا باللون البني تحت ألبانيا أو بالتالي العنصر الألباني فإذن عندنا العنصرين الأساسيين التي تقوم الورقة عليهما ما نسميه بالعنصر إذن السلاف الجنوب أو اليوغسلاف ومن ثم العنصر الألباني كما ترون فوق إذن إمبراطورية النمسا وامتداداتها الخريطة رقم 2 وهي مهمة لأنها تقوم الورقة كلها عليها عندنا هذا التصادم بين هذين المشروعين الكبيرين مشروع غرشانين أو مشروع صربيا باللون الأزرق ينطلق من بلغراد في كما ترون ثلاثة خطوط مهمة الخط الأول باتجاه كرواتيا يعني ما يسمى التواصل مع السلاف الجنوب وسلاف الجنوب أو اليوغسلاف كان معظمهم يعيش ضمن إمبراطورية النمسا والمجر وإذن الخط الأول باتجاه إذن الغرب باتجاه كرواتيا الأوسط باتجاه البوسنة وهي حلقة مركزية في هذه الورقة ثم الخط في الجنوب باتجاه ألبانيا للوصول إلى البحر الأدرياتيكي بالمقابل عندنا المشروع النمساوي للوصول إلى سالونيك كما ترون في أقصى الجنوب هو من ثلاثة شعب الشعب الأولى تركز على البوسنة الشعب الثاني تركز على ألبانيا والشعب الثالث أو السهم الثالث يركز على الوصول إلى سالونيك أو إلى بحر إيجي فلذلك كما ترون مدى التصادم بين هذين المشروعين وفي الورقة يصبح من الواضح أنه ليس الأمر يتعلق بمشروع صربي أو مشروع نمساوي من حيث الشكل وإنما سنجد أن هذين المشروعين الآن يشملان دول إقليمية ودولية لها علاقة أو لها مصلحة في هذين المشروعين وهو ما أوصلنا إذن إلى الحرب العامية الأولى لأن مرة أخرى حين نقول بالتالي مشروع غرشانين لم يعد مشروع صربي لأنه هو أساسا مشروع غرشانين قام على بالتالي تصور ودعم ما نسميه بالمعارضة البولونية في الخارج التي بعد التقاسم بولونيا أصبح بدون دولة وأصبحت تعمل الآن على مناكبة ومعارضة بالتالي روسيا وشجعت صربي على حمل أو تحمل هذا المشروع وبالتالي كان أهم نقطة فيه أن صربي تتحالف تتواصل وتتحالف مع فرنسا وبريطانيا لأن ليس لها مصلحة مباشرة في البلقان فلذلك لم يعد إذن هذا المشروع فقط صربي أصبح أوسع بذلك أصبح يشمل أيضا فرنسا وبريطانيا التي دعمت هذا المشروع وصولا إلى 1918 الذي تجسد بتشكيل يغسلافيا بالمقابل ما يمكن أن نسميه مشروع نيمسا لم يعد نمساويا أصبح يخص شعوبا في المنطقة كما كان يحظى بدعم ألمانيا ألمانيا كانت أيضا وراء سياسة ما سمي بالاندفاع إلى الشرق لاحظوا هنا أهمية البلقان بالنسبة للسياسة الاندفاع إلى الشرق بالنسبة للبلقان كما قلت هو ممر أو كريدور وبالتالي في هذه الحالة أصبح الآن من مصلحة النيمسا أن تبدأ بهذا المشروع خاصة منذ 1857 أن تبدأ بالتركيز على البوصنة البوصنة الآن ستتحول إلى نقطة مدخلية لكل المشروعين سربيا ستركز على البوصنة كما أن بينا ستركز على البوصنة كرأس جسر لتنفيذ هذا المشروع فإذا البوصنة منذ 1857 ستكون نقطة التصادم بين المشروعين وهذا سيتكرر في 1878 مع احتلال النمسا للبوصنة سيتكرر في 1908 خاصة الذي تم فيه ما يسمى ضم البوصنة بشكل نهائي إلى الأمبراطورية النمساوية المشارية وبالتالي هو ما سرع نحو الحرب البلقانية ثم بعد ذلك نحو الحرب العالمية الأولى بخلاصة شديدة وأخذ معي الاعتبار بالوقت فالورقة تقوم على لنقول فرضية أو على لنقول مقاربة بأن هذه الحرب كان يمكن أن تندلع في 25 مثلاً أكتوبر 1913 لأن مرة أخرى مشروع سربيا كما بدأ في 1844 كان يبدو ضرباً من الجنون لأن في 1844 كانت سربيا إمارة صغيرة تابعة للدولة العثمانية وبالتالي هذا المشروع الكبير تخيلوا في 1844 كان يفترض لكي يتحقق أن تنهار إمبراطوريتين الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية المساوية وهو ما حدث في 1918 فهذا إذن مشروع كان طموحاً إلى حد الجنون ولكنه تحقق بفعل العلاقات الدولية بفعل شبك مصالح سربيا مع مصالح الدول الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق هذا المشروع ولذلك أخذ يتصاعد وصولاً إذن إلى ضم البوسنة في 1908 لأن البوسنة كما قلت كانت حلقة مركزية لكل المشروعين فلذلك النمسي عندما قررت في 1908 ضم البوسنة بدأ وكأنه وجه ضرب قاسم للمشروع السربيا سربيا ردت على ذلك بالاستعداد للحرب البلقانية التي غيرت صورة البلقان التي سربيا حققت فيها ما نسميه بالقسم الأول المشروع أي انهارت الدولة العثمانية وسمح هذا بتشكل النصف الأول من المشروع سربيا خلال أسابيع لأنها توسعت سيطرت على مكادونيا وكوسوفو وبالتالي وصلت إلى الساحل الأدرياتيكي عبر ألبانيا هنا أصبحت إذا ننتقل للخريطة هنا الآن كيف سربيا في 1878 استقلت توسعت ننتقل للخريطة الثالثة والمهمة لاحظوا الآن اللون الأخضر ألبانيا كيف أن بينا أصبحت تعتبر أن تشكيل دولة ألبانية بغلبية مسلمة هو مصلحة استراتيجية لاستمرارية الأمبراطورية لذلك بمعنى ما في نهاية الحرب البلقانية بينا كانت مستعدة لتخوض حرب أوروبية لفرض تشكيل هذه الدولة ووصلت هذه في الذروة إلى ديسمبر 1912 بعد أن وصلت القوات الصربية إلى ميناء دورس إلى الشاطئ الأدرياتيكي النمسا استنفرت مليون جندي وكانت على استعداد لخوض حرب إذا لم تقبل سربيا بالانسحاب وتشكيل هذه الدولة لاحظوا أهمية هذه الدولة بالنسبة لهذا الصراع أنها أصبحت حاجز مهم بين السربيا وبين الوصول إلى البحر ولذلك هذه الحرب المحتملة التي كان يمكن أن تندلع في ديسمبر 1912 تم تلافيها في مؤتمر لندن في الحل الوسط وهو تشكيل دولة بهذا الشكل ولكن الورقة تنتهي كما قلت في 25 أكتوبر لأن السربيا اندفعت وكانت مستعدة لحرب في 1912 اعتمادا على أن ميناء دورس الوصول إلى البحر هو مصلحة حيوية ولكن في ذلك الحين روسيا لم تكن مستعدة لحرب واسعة لذلك وزير الخارجية سازنوف كان في ديسمبر في باريس وأوصل الرسالة إلى بوانكاري رئيس الحكمية أنذاك بأن روسيا ليست مستعدة لخوض حرب أوروبية من أجل ميناء للسربيا على البحر فهذا الذي جمد ما يسمى تفاقم الأوضاع وفي 25 أو في 17 أكتوبر 1913 حدث بأن السربيا أرسلت بعض قواتها إلى ألبانيا ففي ذلك الحين كانت بينا مستثارة إلى أبعد حد ووجهت إنذارا شديد اللهجة في 17 أكتوبر 1913 تقول في إذا السربيا لا تسحب قواتها من ألبانيا خلال ثمانية أيام ستجبر على ذلك هذه كانت أيام عصيبة 17 أكتوبر إلى 25 أكتوبر وفي هذه الأيام أيضا موسكو ومع قوانكاريا بالذات أرسلت إذا رسالة أنها غير مستعدة للحرب وتنصح سربيا بالانسحاب وصربيا انسحبت في اليوم الأخير في 25 أكتوبر هذا الإنذار بشكل ما تكرر بمعنما بعد اغتيال ولي العهد ولي عهد النمسا في سرايبو وكما تعرفون قصة الإنذار وأن السربيا قبلت بمعظمه أو كله بسلسناء بند واحد وبالتالي ما كان لنقل واردا أو مسموحا في 1913 لم يعد يتكرر في 1914 لأن روسيا هنا غيرت موقفها وأرسلت رسالة للسربيا بأنها وراءها في رفض الإنذار على عكس 1913 عندما أرسلت لها رسالة واضحة أنها ليست مستعدة لخوض حرب أوروبية لأجل هذا الموقف فلذلك الموقف اختلف كليا وبالتالي مرة أخرى اغتيال ولي العهد لم يكن يقدم أو يؤخر وإنما استعداد الأطراف وعندنا في نهاية الورقة في مذكرات بوانكاري ما سماه برسالة نبوية بروفيتك من السفير الفرنسي في باريس إلى بوانكاري يقول فيها أن النمسا إذا لا تتخلى عن مشروع سالونيك الوصول إلى السالونيك فإن حربا قريبة وسريعة لابد منها ولا بالتالي لابد لفرنسا أخيرا أن تستعد لخوض مثل هذه الحرب مع أمبراطورية النمسا والمشار هذه الرسالة أو هذه الرؤية النبوية كما يسميها بوانكاري كانت في 4 ديسمبر 1912 فلذلك كانت الصورة قد أصبحت واضحة هذا التصادم بين المشروعين يمكن أن يؤدي إلى حرب أوروبية وكما تعرفون ما حدث بعد رفض سربيا الإنذار أن النمسا أعلنت الحرب على سربيا إذن هي بدأت كحرب ثنائية كما كان متوقع في 25 أكتوبر 1912 وحتى في ديسمبر 1912 ولكن سرعان ما توسعت إلى حرب أوروبية ثم إلى حرب إذن عالمية عالمية أولى وشكراً وأرجو أن لا أكون قد تجاوزت كثيراً للوقت شكراً للدكتور محمد على الكلمة التي نورتنا لإشكاليات تمهمي بإثار الحرب البلقانية وعلاقة بالسياسات الدولية والأوروبية بشكل خاص تقدم الأستاذة ريهام عمرو للمصالح النفطية البريطانية في الفترة السابقة والتالية لحرب العالمية الأولى تحمل الأستاذة ريهام الماجستير في التاريخ المعاصر بين الجامعة الأردنية وهي محاضر في الجامعة الأردنية منذ العام 2009 قبل البدء بالحديث أو عرض الورقة الخاصة به أريد أن أستذكر في هذا المقام أستاذي هو أستاذ ومؤرخ في الجامعة الأردنية سابقاً هو رحل عنا في 22 شباط من العام الماضي الأستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبة رحمه الله في هذا المجال أريد أستاذكاره لسبب أنه كان دائماً له نظرة خاصة لتصور التاريخ الشمولي للمنطقة العربية ويرى أنه لا يمكن أن نفصل منطقة عن منطقة في دراسة التاريخ أو تناول حدث من هذه الأحداث كان دائماً يقول أن تاريخ كل بلد من البلاد العربية والمنطقة العربية لا يستطيع تجاوز تاريخ البلاد الأخرى لمجموعة من الخصائص لظروف مكانية جغرافية دينية ثقافية قد تكون شاملة وقد تكون أحداثها مرتبطة ببعضها البعض لذلك عندما قامت بريطانيا بمحاولة الوصول إلى المكان لتحقيق هذه المصالح البريطانية وإن كان أنا أتحدث فقط عن المصالح النفطية لكن هناك مصالح أخرى لابد أيضاً من تناولها في مقامات أخرى أو في أماكن أخرى أو في مؤتمرات أخرى في هذا المجال يمكن أن أذكر الأهداف الاستراتيجية الأساسية التي كانت هي مفاتيح المنطقة بالنسبة للمنطقة المشرق هي بغداد والقدس فإذا كانت في استراتيجية بريطانيا في وثائقها تذكر أنها إذا استطاعت الوصول إلى بغداد وستطاعت الوصول إلى دمشق فقد أحكمت السيطرة على المكان وهي فعلاً في أذار لعام 1917 استطاعت دخول مدينة بغداد وبعدها بعدد من الأشهر في كانون الأول 1917 استطاعت دخول مدينة القدس وبذلك في هذا التاريخ تم إحكام السيطرة على المنطقة حتى قبل انهيار الدولة العثمانية العلنية الذي كان في إعلان إنهاء الحرب العالمية في 11.1918 فيما يتعلق في موضوعه والمصالح النفطية البريطانية تناولت موضوع المصالح النفطية في منطقة بلاد ما بين النهرين لمجموعة من الأسباب ممكن أن تكون هذه الأسباب هي أسباب معروفة في مجالات الدراسة والبحث العلمي لكن فيما يتعلق في السعي لتحقيق هذه المصالح كان هناك مجموعة من الأحداث التي قامت بريطانيا بإما اختلاقها فيما يتعلق في فلسفة ذرائعية فيما يتعلق في السياسات العالمية أو حتى في مجال جعل المنطقة هدف استراتيجي لها في مطلع القرن العشرين كانت بريطانيا من ناحية اقتصادية هي من الدول أو المناطق الرائدة وهي من القوى الاقتصادية الرائدة في العالم وكانت تريد أن تحافظ على هذه المكانة الاقتصادية بحكم هي سيطرتها على مناطق شاسعة إن كان في منطقة الشرق فيما يتعلق في هند وحتى من ناحية السيطرة المعنوية قد أعتبرها هي فيما يتعلق في فارس وأرادت الوصول إلى المكان وهي منطقة المشرق العربي وخصوصا منطقة بلاد ما بين النهرين على الصعيد الآخر كانت الدولة العثمانية في أحوال ممكن أن توصف خصوصا فيما يتعلق في منطقة بلاد ما بين النهرين سيئة حتى من ناحية اقتصادية حتى من ناحية اهتمام في تنمية هذه الموارد كان هناك تغلغ الأجنبي كان أشكال هذا التغلغ تقع في القروض تقع حتى فيما يتعلق في الامتيازات الأجنبية في أهمها فيما يتعلق في سكة حديد بغداد التي كانت أهم هذه الامتيازات هذا الامتياز الذي انتقل بعد فترة من ليس فقط مد خط أو سكة الحديد إلى منطقة الخليج العرب التي كانت من أهم المناطق نوعا ما توجها في السياسة العالمية لكن كان هناك إعطاء امتياز وتحول الامتياز من سكة حديد إلى حقوق تعديل في المنطقة يعني على أساس أنا أصبحت في خط سكة الحديد على طرفي هذا الامتياز في سكة الحديد هناك 20 كيلومتر يحق للدولة التي حصلت على الامتياز أن تنقب عن المعادن في هذه المنطقة فهذا دليل على أن أهمية النفط تزايدت في هذه الفترة وانتقلت من امتياز سكة حديد إلى امتياز نفطي إلى ممكن حقوق تعديل ممكن أن تكون خطيرة في مجال الناحية الاقتصادية تنبهت الدولة العثمانية في فترة من الفترات خصوصا فترة 1882 إلى هذه الإشكالية أو لهذه الأهمية وقام السلطان عبد الحميد الثاني قام بجال المنطقة تابعة أو هذه المناطق تابعة وهي ممكن أن تكون فيها احتمالية نفط لخزينة الدولة العثمانية هي محاولة لحفاظ على هذه المنطقة لكن هناك كان مجموعة من المحاولات الألمانية كان أهم هذه المحاولات الألمانية للحصول على الامتيازات أصبحت المفاوضات جميعها هي حول امتيازات النفط وكانت تجري من خلال هذه الخزينة لمحاولة الحفاظ على هذه المناطق لكن الصراح تدم بين المنافسة الموجودة أنذاك في المكان كانت منافسة ألمانية بريطانية وبدأت هناك محاولة من النفوذ الألماني ومشاريع النفوذ الألماني لبسط النفوذ على كل هذه الامتيازات دون إعطاء بريطانيا أي شكل من أشكال الوصول إلى المنطقة عندما أصبح هناك مشروع سكة الحديد في بنود مشروع سكة الحديد كان هناك هدف للوصول ألمانيا إلى منطقة الخليج العربي بمد السكة من الحدود إلى منطقة الخليج في جنوب منطقة بلاد ما بين النهرين لذلك الخطر بدأ يصبح شديد على بريطانيا ولابد أن تتحرك بشكل أسرع من الهدف ومن الخطط والمشاريع البريطانية وفعلا أصبحت هناك محاولات ونشاطات أكثر وأصبحت المصالح كما ذكرت الأجنبية تحاول ربط امتيازات سكة الحديد بحقوق التنقيب عن المعادن في المنطقة في عام 1901 وصلت هي بريطانيا في حق دارسي أو امتياز دارسي في منطقة بلاد فارس لمحاولة أخرى جديدة بربط الامتياز في فارس بمناطق بلاد ما بين النهرين طبعا عن طريق التباحث مع الدولة الوثمانية حاولت مرارا 1901، 1902، 1903، 1907، وصولا إلى عام 1911 ولم تحقق أي نجاح في مساعيها في مجال الحصول على حقوق التعديل لذلك وصل البريطانيون والألمان إلى محاولة لتقريب وجهات النظر وكان الوسيط ما بينهما هو رجل أعمال أرمني هو كالس كولبانكيان وهو المتعرف عليه في الأدبيات الحديثة يطلق عليه ميستر 5% أو السيد الخمسة بالمئة لذلك حاول أن يصل إلى حل وسط ما بين الطرفان ما بين ألمانيا وما بين بريطانيا بأنه جعل هناك اقتراح لإنشاء شركات تكون شركة مساهمة فيها من جهة الألمانية من جهة الألمانية شركات ألمانية وشركات بريطانية وفعلا في عام 1912 تم إنشاء شركة النفط التركية وكانت بمساهمة بريطانية ألمانية وأيضا لخمسة بالمئة لهذا الشخص التي أصبحت فيما بعد تعرف بشركة نفط العراق في عام 1929 لكن بريطانيا لم تكتفي بنسبة 25% من هذه الشركة وأرادت الحصول على نسبة أكثر من النفط في المكان وكانت حتى فيما يتعلق في الوثائق تقول أو يذكر في السياسة أن هناك حكومة صاحبة الجلالة تسعى لأن تزيد من سيطرتها على احتياط موارد النفط وأن هذا هو الهدف الأساسي في سياستها وهو اقتباس نوعا ما هو اقتباس حرفي في عام 1914 سعت مرة أخرى بريطانيا لتحقيق هذا الأمر وفعلا قامت بتعديل الحصص آنذاك إلى عند دخول طبعا هي فترة قبل ما قبل تماما دخول الحرب إلى تعديل الحصص لأكثر من 25% فدخلت في 50% آنذاك وقامت بتعديل الحدود في هي حدود الدولتين بالاتفاقية التي عرفت بالأراضي المحولة في عام 1913 التي تم تبادل أراضي ما بين الدولة العثمانية وأيضا ما بينها في الحدود معها مع فارس مع الدولة الفارسية حتى يكون هناك نوعا ما تبادل الحدود التي يوجد فيها احتمالية وجود نفط لتحقيق أكبر مصالح لبريطانيا لأن في الجانبين سيكون المصلحة بريطانية في أرض فارس وفي أرض الدولة العثمانية التي تم مبادلتها استطاعت بريطانيا الحصول على موافقة تركيا في آذار 1914 وكان القسم الجنوبي من منطقة بلاد ما بين نهرين هو المهم في هذه السياسة لأنه هو مجال حيوي لشركة النفط الأنجلو فارسية وتم الأخذ الموافقة على مد سكة حديد في المكان بريطانيا لم تكتفي بالخمسين بالمئة ولا بأراضي المحولة وقامت بمسعيها مرة أخرى مع الدولة العثمانية لكن وجدت أنه لا مجال لتطوير أو هو ممكن أن يكون توسيع هذا النفوذ وهذه السيطرة فسعت كما هي قراءة هي قراءة بسيطة ممكن أن تكون خاطئة إلى جر الدولة العثمانية إلى غمار الحرب العالمية الأولى فهو لم يكن الأمر بسيط أن الدولة العثمانية أرادت الدخول بإرادتها إلى الحرب العالمية الأولى ولكن هو كان أمر مضطر من قبل الدولة العثمانية وممكن أن يكون هناك عوامل قامت بريطانيا بافتعالها حتى تجر الدولة العثمانية للحرب ممكن أن إنهاء المصالح أو إنهاء التحالف العثماني الألماني سيفيد بريطانيا أي هذه المسوّغات لماذا أرادت بريطانيا دخول الدولة العثمانية بالحرب بالبداية هو إنهاء التحالف العثماني في الوصول لنفط الشرق الأوسط أيضا الموقع الاستراتيجي للمنطقة التي تسيطر عليها الدولة العثمانية في مجال منطقة الخليج لأن هذه المنطقة إذا وصلت إليها ألمانيا بذلك مصالح بريطانيا ستتهدد بشكل كبير أي أن الموقع الاستراتيجي كان من أحد هذه الأسباب التي تجعل من بريطانيا تسعى لإدخال الدولة العثمانية في الحرب أيضا ليس من قبيل المصادفة أن بريطانيا قامت بتبديل استخدام محركات المحركات التي تعمل فيها البحرية البريطانية في عام 1911 فيه في البداية عام 1911 أول مرة بدأ تحويل هو وينسون تشيرتشر في وقتها أمر القوة البحرية البريطانية بالتحويل من الفحم إلى النفط وهنا أصبحت الحاجة للنفط مرتفعة جدا وأصبحت طلب على النفط بكثافة من قبل بريطانيا لأن القوة البريطانية البحرية أصبحت تعمل على أساس نفطي كما ذكرت في الوثائق هو كان لدى بريطانيا ما يقارب 120 سفينة حربية وأيضا خمس بوارج وستة عشر سفينة حربية صغيرة وبذلك جميعها تعمل على الطاقة النفطية أي تحتاج يوميا إلى ست آلاف طن من النفط وبذلك الكمية التي تحتاجها بريطانيا كبيرة جدا وهي ممكن أن تكون هدف في دخول الدولة العثمانية الحرب لتستطيع السيطرة على هذا المخزون هناك مجموعة من الأحداث المهمة ممكن أن تكون هي من هذه الأسباب التي جعلت من بريطانيا تدخل أو هي تكون هي دافع في الحرب لجعل بريطانيا تدخل في هذا المغمار وتجعل من الدولة العثمانية تدخل في الحرب العالمية الأولى الإشكالية بدأت في منطقة اللي هي عندما حصل افتعال إشكالية عند ميناء عبدان كان زورق حربي بسيط تركي ويعتقد أنه لم يحقق أي إنجاز في وجه السفينة الحربية البريطانية التي تم إحراقها وإحراق مخازن نفطية لبريطانيا في جانب عبدان فكيف ممكن لزورق تركي صغير وهو يوجد عليه مجموعة من الشرطة أو هو الشرطة التركية لحماية الحدود الإقليمية المائية كيف ممكن أن تضرر بمصالح أو تضرر عفوا بزورق حربي بريطاني ومخازن ممكن أن يكون هذا ذرائعي شيء غير صحيح أو غير ثابت في الحقيقة ممكن حتى فقط لأنهي الأمر هو حصل مجموعة من مصالح طبعا انتهت ألمانيا استطاعت دخول البلاد ما بين النهرين على مراحل وصلت بغداد في عام 1917 في أذار 1917 وبذلك بدأت حماية مصالحها كان هناك مجموعة من مراسلات مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذه المراسلات تقضي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترضى عن سياسة بريطانيا في المكان ومحاولتها السيطرة على المصادر النفطية كانت انتهت بريطانيا من مصالحها أو عفوا من الممكن أن أعتبرها هو المنافسة الألمانية بدأت المنافسة الفرنسية في سايكس بيكو والاتفاقيات التابعة لها وبعد ذلك وصلت إلى اتفاقية سانريمو في عام 1920 وفي هذه الاتفاقية متعارف عليه هو اتفاق نفطي ولم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية ولم ترضى عن هذا الاتفاق إلا عندما ضمنت حصة لها في نفط المنطقة وهذه المصلحة ضمنتها وستطاعت تحقيقها عندما تم تشكيل أو تعديل شكل هيكلة الشركة وإدخال شركات أمريكية في هذا المجال الاتفاقيات توالت وكان آخرها هو أو أهمها كان اتفاقية سانريمو في أيضا كان هناك اتصالات ما بين الطرفين وكانت الشركة عندما تم تحويلها في أهم إنجازها كان في بئر بابا كركر الذي تم اكتشاف النفط فيه بغزارة فكانت هي أهم إنجاز بالنسبة لبريطانيا اتفاقية أخرى كانت اتفاقية الخط الأحمر وبعد ذلك توالت الاتفاقيات وصولا إلى عام 1932-1934 وهو مد سكة خط الأنابيب النفط التي وصلت في منطقة من غرب نهر الفرات إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط وبذلك حققت بريطانيا مصلحتها في نفط المنطقة انتقل بذلك ثقل العلاقات الدولية من منطقة الجنوب جنوب الخليج العربي إلى شمال الخليج لكن دون تهميش لدور الجنوب في العلاقات الدولية بسبب المصالح النفطية كذلك انتقل الاهتمام من الاستثمارات الدولية في مشروعات سكة الحديد إلى مجال النفط وتم للمصالح الاحتكارية ذلك بربط امتياز سكة الحديد بحقوق تعديل حول خط السكة شكرا جزيلا شكرا للاستاذي ريهام عمرو وبالحقيقة شفنا هالمقارنة بين خلفية المنطقة القريبة من الصراع الأوروبي المباشر بأهمية الجيوسي السياسي مع الوصول إلى المنافس بحرية عم نشوف المنطقة العربية وشرق أوسطية أنه عامل الاقتصاد كذلك بالإضافة إلى عامل الجيوسياسي لعب دور في الصراعات الموجودة إن كان بسكة الحديد والامتياز اللي نشأ معه أو كان بالخطوط النفطية وموضوع النفط نبقى مع النفط نبقى مع النفط بس من وجهة نظر السياسي الدولي وبالحقيقة يعني كمان ممكن يذكرنا هذا الموضوع بأنه لا بهالمنطق إنه إذا كانت السياسي النفطية كذلك لا تزال تلعب دور أساسي بالمنطقة وخصوصا كمان بالوضع الراهن بالمنطقة بإطار الصراع القائم أو بإطار تدخل في ليبيا أو ما شابه تقدم الدكتورة ذعد أبو ملهب البعد النفطي في الحرب العالمية الأولى والدكتورة ملهب تبحث في عامل النفط في إطار العلاقات السياسية الدولية تاريخيا وفي محاولة أيضا لربطه بالحاضر الدكتورة ملهب أستاذة جامعية في العلاقات السياسية الدولية ولها عدة مؤلفات وكتب في النظام الدولي المعاصر شكرا حضرة الرئيسة وأود أن أشكر بداية المركز الذي حضر ودعا إلى هذا المؤتمر أود أن أقرأ حتى أختصر الوقت لأن ما أريد أن أقوله إذا قلت شفهيا يمكن أن يأخذ وقت أطول من المسموح به إذن البعد النفطي للحرب العالمية الأولى حلت الحرب الكبرى في ظل طموحات أمبراطورية متزايدة ومستجدات مهمة في مجالات عديدة من اقتصادية وصناعية وجيوسياسية لعل أبرز ذلك المستجدات كان النشاط النفطي وما رفقه من إنجازات وتحديات على مستويات مختلفة مع بداية القرن العشرين احتل النفط موقعا خاصا في الصناعة الحديثة كما في وسائل النقل البرية والمائية والجوية كان لابد بالتالي من تأمينه بأفضل أشروط من وسائل وكلفة وكميات وبالطبع إن الوصول إلى ما أصبح يشكل بحد ذاته ثروة أضحى رهانا ليس فقط اقتصاديا بل أيضا سياسيا وستراتيجيا للسلطات المعنية هكذا ما أن تبين أن الزيت الذي كان يستعمل لإضاءة القناديل يستطيع أن يسير المركبات حتى أصبح مصدر هذه الطاقة مادة استراتيجية وما يزال طبعا هذا لا يعني البثة اختصار أسباب الحرب الكبرى بالحاجة إلى النفط فكان هناك العديد من الأسباب والظروف المتراكمة التي كانت تشحن منذ سنوات لبل منذ عقود الأجواء الأوروبية وتجعل التنافس على أشده بين القوى الكبرى المتواجهة إذن المقصود هنا هو التوقف عند قيمة النفط في استراتيجيات التي واكبت الحرب وصولا إلى الإضاءة على بعض الساحات التي شملتها تلك الحرب ثم إلى تداعيات الحرب وحسابات السلم المنتظر بالطبع أن التحالفات التي برزت مع إعلان الحرب على مستوى أمبراطوريات تلك الفترة كانت كفيلة بالدلالة على المدى الحيوي الذي يمكن أن يبحث عنه المتقاصمون ولقد كان ذلك المدى الحيوي يتضمن أساسا على الأقل بالنسبة للبعض الأراضي الواعدة أي تلك التي كان يظن بأن باطنها يحتوي الزيت الأسود طبعا بالإضافة إلى مواقع كان قد ثبت وجود تلك الثروة فيها بداية الخريطة النفطية وتحركات العسكرية إن الخريطة النفطية في أوائل القرن العشرين تدل بحد ذاتها على المناطق المستقطبة لاهتمامات القوى الكبرى فجولة سريعة على هذه الخريطة بدون خريطة طبعا فجولة سريعة على هذه الخريطة تساعد في فهم عدد من المواقف وحتى التحالفات والنزاعات منذ ما قبيل الحرب إن النفط الأمريكي يبقى معنيا لكن من ضمن نشاط الفاعلين الأمريكيين أنفسهم وبالأخص أشهرهم روكفيلر وبالطبع الحكومة الأمريكية لكن المقصود هنا هي بداية أبار النفط العاملة خاصة في أوروبا والقوقاز ومن ثم بالأخص نقاط مكامن النفط المفترضة بعد أي حيث بدأت تشتم رائحة الزفت أو حيث بدأت بعض الأبار تتفجر ستتوقف عند موقعين أساسيين في الحرب اللي هن رومانيا وبالقوقاز باكو في أوروبا نفسها كانت بداية في رومانيا وحقولها وأبارها وحتى مصافيها إن اكتشاف النفط واستخراجه في رومانيا تزامن تقريبا مع اكتشاف واستخراج النفط الأمريكي إنه لم يسبق بقليل بعد بقول في كم سنفة قبيل الحرب كانت رومانيا المنتج الرابع للنفط في العالم وكان أكبر مستوردين نفط الروماني فرنسا وبريطانيا وألمانيا وما لبس أن أصبح هذا النفط أحد أهداف الحرب على الساحة الأوروبية خاصة مع دخول رومانيا الحرب إلى جانب الحلفاء في أب 1916 يبدو أن الملك فردينان متأثرا بزوجته الملكة ميري حفيدة بكتوريا ملكة بريطانيا دخل الحرب إلى جانب الحلفاء لكن سرعان ما اضطر جيشه إلى التراجع أمام القوات الألمانية لقد كان لهذا التطور تأثير واضح على خريطة الحرب الأوروبية لجهة إعاقة طريق الألمان باتجاه الجنوب أي باتجاه الحليف العثماني وعبره إلى المتوسط هكذا عند إعلان رومانيا الحرب إلى جانب الحلفاء بدأ المستثمرون الألمان الذين كانوا على ما يبدو على علاقة بالسلطات الألمانية بتدمير وتعطيل المنشآت النفطية التي يملكونها بإعاز من حكومة برلين ثم في شهر تشرين الثاني عهد البريطانيون إلى فريق خاص مهمة تدمير كميات النفط الموجودة في رومانيا وتعطيل الأبار وحتى المصافي الواقعة في المناطق التي كان يخشى أن يسيطر عليها الألمان لاحتبار أن النفط كان محور استراتيجية الألمانية لاجتياح رومانيا إن مثل هذه القرارات من الجانبين لا يمكن إلا أن تدل على القيمة استراتيجية للنفط بحيث إن منعه عن العدو يساهم مؤكداً في تعديل ميزان القوى لمصلحة القادر على حرمان الفريق الآخر منه فعلاً إن مسألة النفط الروماني هذه تدل بوضوح تام على قيمة النفط في الحرب كسلاح عامل كل من طرفي النزاع على استعماله في استراتيجيته العسكرية وإن عبر تدميره لحرمان الخصم منه إن النفط أصبح بالفعل الطاقة التي تحرك الجيوش والعتاد والسلاح إلى ساحات المعارك في الناقلات البرية كما البحرية والجوية ومختلف الآليات التي أصبحت قادرة على ضرب العدو أو صده على الأقل هنا يمكن التذكير ببساطة بأول معركة حسمتها قدرة الانتقال السريع للجنود بواسطة السيارة إلى ساحة المعركة أي ساحة معركة المارن الشهيرة في فرنسا لما حجزوا 600 تاكسي كانت موجودة بباريس وحملوا العسكر فيها وأخذونا على المارن الققاس من جهة أخرى يمكن القول أن الحرب انتهت على وقع تطورات مهمة مرتبطة بالنفط من هذه التطورات ما وقع في منطقة الققاس وبالأخص حول نفط باكو فلما كان البريطانيون والروس قد عقدوا اتفاقاً فيما بينهم في سنة 1907 انتهوا إلى وضع خلافاتهم الإقليمية في الثلاجة للتفرغ للخطر الألماني الذي بدأ ينذر بتهديد مصالحهم وكان مجال الاهتمام الأساسي هنا يدور حول منطقتين الخليج وبحر قزوين ويبدو أن الروس أرادوا من جانبهم في التفاهم مع البريطانيين حماية نفط قزوين وخاصة أبار باكو وفي الوقت عينه تأمين طريقهم إلى المتوسط وخاصة الوصول إلى الصنبول فكما كان البريطانيون يهدفون إلى عدم تقاسم النفوذ في الخليج كذلك كان الروس يبغون الهيمن على نفط بحر قزوين وإبعاد الخطر الألماني لكن الأمور تبدلت بالفعل بعد انسحاب روسية الثورة من الحرب وبالأخص في بداية سنة 1918 وتوقيع اتفاقية بريستلي توفسك في الثالث من أذار التي أنهت الحرب بين الروسية والدولة المتحالفة مع ألمانيا فأخذت المواقع تتعدل على الأرض كما في الحسابات وهنا وقع الخلاف على الأقل في موضوع تقدير المصالح المتبادلة بين الألمان والعثمانيين في منطقة القوقاز حيث لم يدعم الألمان مطالب حلفائهم العثمانيين بخصوص راجع الروس إلى حدود سنة 1914 وإذا شجع الألمان العثمانيين على التحرك في الشرق حيث نشأ جيش الإسلام لم يكنوا يقبلوا بالهدف العثماني من قيام هذا الجيش بالسيطرة على نفطها بالفعل لقد أعلن الألمان نفط باكو هدفا عسكريا وبدأوا التقدم باتجاهه عبر شبه جزيرة القرن بغية الوصول قبل العثمانيين حلفائهم وذلك بعد التفاهم مع الروس على أن تكون السيادة على المدينة الروسية بينما يستغل الجيش الألماني النفط بالنظر إلى هذه التطورات أسرع البريطانيون للوصول إلى باكو من جانبهم أتينا من جنوب أبرى بلاد فارس لكن الغلبة كانت في النهاية لصالح العثمانيين وإن مؤقتا حيث استطاع جيش الإسلام السيطرة على المدينة في أواسط أيلول لكن مجريات المعارك أدت بسرعة إلى اضطرار العثمانيين للانسحاب ثم إلى اضطرار الألمان للإستسلام وهكذا فشل هذا الفريق في السيطرة على نفط باكو أما بالنسبة لنفط بنطقة الخليج فإنه كان في مقدمة الأهداف السراتيجية ولحظنا بالمحاضرة السابقة هالموضوع تركز عليه يعني إذن كان في مقدمة الأهداف السراتيجية بدءا من مشروع سكة حديد برلين بغداد وصولا إلى الهيمنة على النفط الفارسي والعمل على السيطرة على المناطق المفترضة غنية بالنفط انطلاقا من مياه الخليج والكويت باتجاه بلاد ما بين النهرين أو بالاتجاه المعاكس أي انطلاقا من آسيا الصغرى باتجاه الجنوب بالنسبة للفريق المقابل النقطة الثانية النفط في الشرق الأدنى والسلطنة العثمانية ممكن يكون فيه تلاقي في عدد من النقاط مع المحاضرة السابقة لكن ما كنت على دراي بهالموضوع لا يمكن الكلام عن الحرب الكبرى في إطار السلطنة العثمانية أو في منطقة الخليج بدون التركيز على النفط الذي كان بدون أي شك الحافظ الرئيس للتحرك على الأقل باتجاه هذه المنطقة سياسيا عبر اسطنبول أو حتى مباشرة باتجاه الحكام المحليين قبل أن تبدأ الحرب بسنوات وهنا من المؤكد أن النفط كان في صلب المخططات والأهداف أو أقله الأحلام وبخاصة النفط بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس وبالطبع منطقة الخليج عموما وفي مطلق الأحوال إن لم يكن النفط بعد في صلب استراتيجيات الكبرى إنه بلا شك ما لبث أن أصبح محركا محوريا لها لهذه الاستراتيجيات ما أن بدأت الحرب لأنه أصبح محرك الأليات العسكرية الواعدة بالنصر والعظمة راح توقف عند بريطانيا من جهة ألمانيا من جهة ثانية والسباق إلى النفط بدأ الاهتمام مع بريطانيا بدأ الاهتمام بريطانيا مع شراء ويليام دارسي والتي أريد أن أشير لنقطة إنه المشروع هو مشروع ويليام دارسي بالأساس بعدين بريطانيا استحوزت عليه إذن بدأ الاهتمام بريطانيا مع شراء ويليام دارسي من الشاه في سنة 1901 امتياز التنقيب عن النفط واستخراجه من كافة الاراضي اراضي بلاد فارس فيما عدا المناطق الحدودية معروسية لقد نقب فريق دارسي لسنوات طويلة عن النفط قبل ان يتفجر في سنة 1908 متحولا بعد سنوات لصالح الامبراطورية البريطانية والشركة الانجليزية الفارسية وكان البريطانيون قد تنبهوا باكرا الى المخاطر المحدقة بمصالحهم الجيوسياسية المتوحورة بداية حول مستعمرتهم الهندية والمهددة لمصالحهم الاقتصادية في السلطنة العثمانية وفي منطقة الخليج فما بين اواثر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هم استطاعوا القصول على حق حماية البحرين والكويت كما على حصر موضوع حق التنقيب عن النفط في الكويت في التفاهم مع الحكومة البريطانية دون سواها ان البريطانيين بدأوا اكثر اهتماما بنفط المنطقة في تلك الفترة هذا مع الاشارة الى انه في ايار 1914 حصلت الحكومة البريطانية على ملكية 51% من اسهم شركة النفط الانجليزية الفارسية هكذا يمكن احتبار موقف وينستون ويرد تشيرشيل امام مجلس العموم البريطاني قبيل الحرب الكبرى بمثابة ادراك مبكر لبل هو كان استشرافا لاهمية النفط في الحياة العصرية للبشرية وقد يمكن احتباره بمثابة انذار لما سيكون عليه النفط مصقبلا وما ستكون عليه السياسات النفطية للدول انه كان بالفعل سباقا في استعاب قيمة الطاقة الجديدة ومصادرها بالنسبة لمصقبل بلاده اولا على الرغم من كونه لم يكن اول مسؤول بريطاني فهم قيمة تحويل الاصطول البحري من الفحم الى النفط لكن تشيرشيل هو الذي عامل بكل قوته لتحقيق هذا الانجاز الذي تبين بالتالي انه كان صائبا خاصة وان الالمان كانوا قد بدأوا بهذه العملية قبله ففي تموز سنة 1913 قال وزير البحرية تشيرشيل امام مجلس العموم ما معناه بدون النفط لا تستطيع ان ترى الفصول على الذراء ولا على القطن ولا على اية مادة ضرورية لتسيير اقتصادها يجب ان تسيطر الاميرالية على النفط في منبعه يجب ان تكون قادر على نقل وتصفية النفط وبالفعل ما لبست الحكومة البريطانية ان اشترت 51% من اسهم ما اصبح الشركة الانجليزية الفارسية ليصير بامكانها التحكم بالنفط الفارسي كما صار عليها حمايته اثناء الحرب وبعدها حفاظا على هذه المصالح اذا عشية الحرب الكبرى كان البريطانيون قد امنوا مصالحهم في منطقة الخليج وفي حماية طريق الهند من الجانب الروسي كما اكدوا نفوذهم النفطي لكن في الوقت نفسه كانت القوة الكبرى الصاعدة في اوروبا الامبراطورية الالمانية قد بدأت تشكل خطرا داهما على مختلف هذه الاصعدة او شوانب من خلال تلك العلاقة الوطيدة مع اسطنبول والامتيازات المسجلة لمصلحتها بالنسبة لالمانيا ان القيصر غليوم الثاني استطاع ان يبني علاقات مميزة مع السلطان العثماني وهذا كان يعني استراتيجيا تأمين الظروف للوصول الى تحقيق المدى الحيوي لامبراطوريته المحصورة في اوروبا بين قوة كبرى لها امتداداتها العالمية عبر البحار والقرار من خلال مستعمراتها ومناطق نفوذها الاقتصادي والثقافي والسياسي الامبراطورية الحديثة اصبحت بحاجة الى مكان تحت الشمس هالعبارة مشهورة جدا فكانت الامبراطورية العثمانية المتهاوية افضل مجال للعمل على تأمين هذه الفرصة خاصة وان الصناعة الالمانية بحاجة الى اسواق وبالاخص هي اصبحت بحاجة ماسة الى مصدر الطاقة الحديث والمانيا كانت تعتمد حتى ذلك الوقت على النفط الاميركي عبر شركة روكفلر ستاندرد اويل الى جانب النفط الروماني اعطى اكتشاف المحرك العامل بقوة اشتعال داخلية ذاتية صناعة الالمانية دفعا كبيرا وكان قد ساهم في تطويره المهندس الالماني جتليب داملر الذي صنع السيارة الربعية الدفع قبل نهاية القرن التاسع عشر لكن يبقى الاهم في ذلك كون هذا التطور منح الامبراطورية الالمانية فرصة بمزاحمة القوى الاخرى وبالأخص الامبراطورية البريطانية ليس فقط صناعيا واقتصاديا لان لهذا التطور ابعادا جيوسياسية وستراتيجية واضحة ان تطوير الاسطول الالماني الحديث من جهة وامكانية انجاز خط الحديد الذي يصل المانيا بالخليج أصبحا يشكلان تهديدا ليس فقط للمصالح البريطانية في المنطقة إنما هما يعنيان تهديدا استراتيجيا جيوسياسيا للأمبراطورية البريطانية في العالم السباق إلى النفط وخاصة إلى ما نبيعي كان واقعا بشكل خاص في هذا الإطار بين البريطانيين والألمان أي في صلب استراتيجيتين عظميين لابد من أن تتصدم خاصة في شرق الأدنى حيث الجيولوجيا تؤكد غنى المنطقة بالنفط عصب الصناعة الحديثة والاقتصاد المتطور والنفوذ الواسع فما أن أعلنت الحرب حتى بدأ الصراع البريطاني العثماني في بلاد ما بين النهرين وما لابس أن قهر العثمانيون في ربيع سنة 1916 القوة البريطانية الآتية من جنوب باتجاه بغداد بعد حصار قاتل في كوت العمارة جنوب بغداد كان البريطانيون يحاولون الوصول إلى بلاد ما بين النهرين والسيطرة عليها قبل العدو الألماني الذي كانت الدلائل تشير منذ فترة إلى اهتمامه وأيضا من نفط المنطقة إن امتياز خط سكة الحديث باتجاه بغداد لصالح الألمان كان يعني بالنسبة للبريطانيين إضافة إلى خطورة وصوله إلى مياه الخليج وتهديد طريق الهند هيمنة ألمانية على نفط بلاد ما بين النهرين إن ذلك الامتياز نص على حق الألمان في الإفادة من الثروات الموجودة في الأراضي الواقع على طول الخط لمسافة 20 كم من الجانبين إن الأمر أصبح حتميا بالنسبة للبريطانيين بعد أن تفجر نفط دارسي في بلاد فارس سنة 1908 ووضعت الحكومة البريطانية يدها عليه والاهتمام الألماني بالعراق كان يتمحور بالأخص حول ولاية الموصل وبغداد حيث كانت دلائل جدية تشير بوضوح إلى وجود كميات كبيرة من النفط ويبدو هنا أن السلطان العثماني عبد الحميد كان يفضل ألمانيا على سواها من الأوروبيين المهتمين بالاستثمار في السلطنة إذ إنها كانت برأيه الدولة هذه الاستشهاد الدولة التي يمكن الاعتماد عليها أكثر من غيرها بشأن الخطوط الحديدية لأن المسألة كانت تهمها من الناحية الاقتصادية والمالية فقط يعني ما كان يخاف منها استعمارية للتسكير فقط أن الأمريكيين كانوا قد يسبعدوا من الساحة النفطية العثمانية على الرغم من إقدام المسؤول في السفارة الأمريكية في اسطنبول شستر كولبي على الاتفاق مع السلطان على شراء حق أو امتياز التنقيب النقطة الأخيرة الحرب والنفط سلعة موقودا وآلية ونزاعا إذن اتخذ النفط أبحاثا جديدة لا سابقة لها في تاريخ البشرية مع الحرب وما لابس أن تحول إذن مع اندلاع الحرب إلى سلعة استراتيجية محورية بالنسبة للسياسة الدولية وحاسمة بالنسبة لمصير الأمم هكذا أصبحت الحرب للمرة الأولى في التاريخ مؤللة تتحرك وتشتعل بقوة النفط وأجريت بعض الدراسات الإحصائية حول الكميات الأليات فالإحصائيات بدل على أن بالفعل الأرقام كانت مرتفعة جدا لإنتاج السيارات والناقلات والطائرات خلال سنوات الحرب خدمة لحاجات الحرب أخيرا الولايات المتحدة الأمريكية هنا لابد من التوقف أن مسألة هامة جدا تقع في سلب مصار الحرب من بدايتها حتى نهايتها إن مسألة التموين بالنفط أثناء سنوات الحرب ومحاولات الحصار أو قطع الطرق على الإمدادات النفطية وهي عمليات تقع في سلب الحرب لما أصبح الحصول على الكميات الضرورية من النفط للجيوش ضروريا ولما كان الموون الأساسي هو الأمريكي روكفلر إذن كان لابد من العودة إلى سياسته وسياسته كانت بكل بساطة تموين المشتري ألمان أو بريطانيين أو فرنسيين إلى آخر لكن بخصوص الإنجرار الأمريكي إلى الحرب فهذا الإنجرار هو مرتبط بشكل وثيق بموضوع النفط إذن هذا الإنجرار ليس بعيدا كل البعد عن المسألة النفطية فمحورية النفط أو الأخرى الحاجة إلى النفط لتحريك الجيوش والسلاح جعل من قرار الحصر البحري الكامل الذي أعلنته ألمانيا بمثابة إعلان الحرب على السفن الأمريكية المحايدة أصلا كذلك فسر الأمريكيون ذلك الحظر بأنه اعتداء على قانون حرية الملاحة في البحار والمحيطات وإذا لم يتحرك الأمريكيون عندما قتل عدد كبير من مواطنيهم سنة 1915 على باخرة بريطاني مدني أصبحت في خريف سنة 1917 المبررات كافية للزهاب إلى الحرب وإن السفن التي استهدفها قرار الحصر هي بمعظمها آتية من الولايات المتحدة الأمريكية محملة بسلع أمريكية مختلفة وعلى رأسها النفط لتموين الدول الأوروبية وإن كانت بريطانيا من ضمنها أصلا لكن ذلك الحصر لم يكن سبب الوحيد طبعا فيذكر في هذا المجال تأثير المراسلة الشهيرة بين وزير الخارجي الألماني والحكومة المكسيكية التي كانت تدعو المكسيك لدخول الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية بتصورها النقطة الأخيرة ما اكتملت لكن سأتوقف وأعطي الخاتمين لأن ما بقى في وقت إذا كان البحث في صيف سنة 1914 عن مكان تحت الشامس الهدف الألماني الرئيس للزهاب إلى الحرب ومن ضمنه طبعا النفط بالمقابل يمكن القول وفي حال سماح لأنفسنا بحصر هذا النزاع الدولي بين قطبي الفريقين أي بريطانيا وألمانيا يمكن القول بأن بريطانيا ذهبت إلى الحرب بالأخص من أجل النفط لكن لابد من القول أيضا أن مختلف القوى المعنية بالحرب أرادت الحصول على هذه الثروة الواعدة بالنصر والغنى والتقدم والسلطة وأن بنسب وربما بطرق مختلفة نوعا ما أو في ظروف متفاوتة إذن في النهاية إن تركيزنا هنا على البعد النفطي للحرب الكبرى يعتمد على الظروف الدولية وبدرجة الأولى الأوروبية التي حلت فيها تلك الحرب وبخاصة تلك الظروف الاقتصادية والصناعية والعسكرية حيث تسارعت التطورات لتفرض نفسها على المسؤولين وخططهم وسياساتهم وقد تكون الصرخة التي وجهها رئيس الحكومة الفرنسية كليمانسو إلى الرئيس الأميركي روزفيلت في أواخر سنة 1917 يطلب دعما نفطيا لألة نهار مقاومة فرنسا أفضل تعبير على أهمية النفط في مسار تلك الحرب ولقد أصاب فعلا الأورد كيرزون البريطاني عندما أكد أن النفط شكل عصب الحرب في مقولته الشهيرة إن السيرة نحو الناصر تم على بحر من النفط وشكرا شكرا لدكتورة داعد على المداخل المسهبي اللي أخذتنا لمصالح دول مختلفة ولمناطق مختلفة إلى علاقة بالنفط يعني اللي تشكلت هورا متناسقة له الموضوع نبدأ فقط نتوجه بشكر الامتنان لهذه المداخلات القيمة وفقط هناك استفسارات المحاضرة القيمة التي تفضل بها الأستاذ الفراضي للدكتور محمد أرنوت في الواقع أنها آثارتني وجعلتني أنتقل إلى نفس الخريطة في الشرق الأوسط فإذا كناك قومية سربية مركزية لم تحقق هدفها وأدت إلى ظهور مسألة البلقانية فهل هناك إتمام للدراسة ونقل نوسع الشيما نحو الشرق الأوسط حيث لم تحقق القومية العربية في إطارها الأدبي وغياب المفهوم الاستراتيجي والذي انتهت إليه إلى هذه المشكلة التي تعيشها اليوم والذي هي مفتوحة على رهانات قد نقول بأن هناك العهد العربي قد انتهى في هذه المنطقة لفائدة قوميات أخرى وهذا ما يؤسف فأبودي أن تكمل الدراسة في هذا التوجه كذلك أقدر بحثين الهمين للدكتورتين فقط أذكر بأن هناك مصادر أساسية للمسألة النفطية فهناك عدة عشرات من التقارير الفرنسية فأبودي أتساءل الدكتورة الأخيرة هل هناك مذكرات بلدة الذي رصدت استغلال النفط ثم هناك مرسلات كونسولية لسيما المرسل الخاصة في شهر عشر في سنة 1914 و15 حول البحث مع أنبيب النفط واستغلال النفط عندما تقدمت القوات البريطانية من الكويت وتوقفت في القرنة في الهجوم الأول ثم تعرضها في الحصار في كوت العمارة فهناك تقارير فرنسية في الأرشيف تبحث المسألة النفطية وكيف استغل النفط وإمكانية النفط وانعكساته فأبودي مثلا ربما هذه الأشياء لأننا في الكويت وقع الآن إحصاد دليل رسمي لجلء جميع الأرشيف الموجودة النفطي وغير النفطي وهناك قد ترجمت الوثائق الموجودة في النفط فبيودي ربما حتى نبتعد عن النظرة العالمية للنفط ونركز على الخليج فلا أتسأل هل هناك رجوع إلى هذه المصادر لاستكمال الصورة لتأثير النفط من واقع التقارير السرية حول النفط العربي وكيف يستخرجه بسيما في جنوب العراق شكرا مع تقديري للبحث وامتناني لهذا العمل العلمي القيم شكرا شكرا لك كمان الكلمة للأستاذ نور الدين ثانيو تفضل نعم أجد شكرا أيضا للمتداخلين والحقيقة أنا أريد تعقيب وسؤال في ذات الوقت للأستاذ محمد الأرنغوت بالحقيقة أنه لما نريد أن نحلل حادثة تاريخية من نسبة الحرب العلمي الأولى أن الحادث البارز هو تيال ولي العهد النمسوي في 28 جوانا 1914 هذا أعتبر آخر حادث بالنسبة لمصار التطور تدخلي لما نرجع إلى الأحداث التي سبقت هذا الحادث هناك حادث أيضا وقع في منطقة المتوسط وهو اغتيال جون جوريس الزعيم الفرنسي في 1814 أيضا ممكن أيضا أن نعتمد هذا الحادث لكي نقول أنه مصار السلم أو فوضات السلم انتهت بقتل هذا الزعيم نرجع أيضا بالنسبة لتسبيب الحرب بمعنى ما هي الأسباب الحقيقة التي آفضت إلى هذه الحرب نوجد فعلا أن منطقة البلقان فيها أزمة أولى وفيها أزمة ثانية كذلك بالنسبة للمتوسط فيها أزمة أولى وزأزمة ثانية وهي غدير والطنجة وقوة المنطقة أيضا لها تعبر أيضا على أنه مصار التاريخ الأوروبي آيل إلى الحرب لما نقرأ المصار منطقة المتوسط وهذا مهم جدا حضرتك أنه اكتفيت فقط بأنه منطقة البلقان فقط كأنها هي حصرة التي أشعلت نار الحرب العالمية الأولى فيه جزء كبير من التاريخ موجود في المنطقة المتوسط واعتقد أنه احتلال المغرب الأقصى كان فعلا نقطة مهمة جدا في نهاية الحلم بإمكانية السلم أو المفوضات يعني هذه الإشكالية وشكرا لك شكرا كمان الكلمة للاستاذ عصام خليفة تفضلت شكرا حضرت الرئيسي من موقع التقدير للأبحاث المقدمة لسؤال للدكتورة داد أبو مالها بعطالة من نقطتين نقطة الأولى شكل تقاسم نفط موضوعا أسيا في مفاوضات سارمو نيسان 1920 وقد تم التوصل إلى اتفاقية بين فرنسا وبريطانيا في هذا المجال يعني تاني نقطة كان هناك تأثير واضح للنفط على تعيين وترسيم حدود الدول في المشرك هل يمكن توضيع هذين الأمرين؟ شكرا لكم الكلمة الآن للأستاذ للدكتور عفي فرزق دكتور محمد حضرتك حضرتك قلت أنه أسباب الحرب العالمية الأولى كانت مصالح وغيره ألم يلعب العامل الديني وخصوصا بين دول أوروبية دور معين ما في مشوب هذه الحرب وشكرا شكرا للأسئلة رح نفتح باب للرد من قبل المحاضرين ونستقبل مجموعة جديدة من الأسئلة بعد الرد دكتور أرنقود فضل شكرا للزملاء لأنهم حقيقة أيضا نبهوني إلى نقاط أخرى هي موجودة في الورقة ولكن على الأقل كان لابد أن تطرح ضمن تقديمه أبدأ من الأخير مع شكرا للدكتور رفيف هو لا شك هذا موضوع مطروح وربما الجديد ضمن هذا التشابه بين المنطقتين بين البلقان والمشرق وسأعود إلى الدكتور نور الدين هو ما أسميه بتوظيف الإسلام بتوظيف الدين لا أريد أن أقول أكثر من ذلك وبالتالي أنه تصادف أن هذه المنطقة المتنازع عليها في مسلمين فلذلك لا بد من سياسة لنقل إسلامية أو سياسة تجاه هؤلاء المسلمين فلذلك ضمن المشروعين الذين تحدثت عنهما كان هناك ما أمكن أن نسميه سياسة إسلامية للمشروع الصربي وسياسة إسلامية للمشروع النمساوي السياسة الصربية أو السياسة الإسلامية للمشروع الصربي نجدها واضحة باتجاه البوسنة لأنه كما قلت البوسنة كانت حلقة مركزية لكل المشروعين كانت هي رأس جسر بالنسبة للنمسا وكما شاهدنا على الخريطة لا يمكن أن نتخيل المشروع الصربي بدون البوسنة فلذلك نجد مثلا ضمن هذه السياسة الإسلامية لبلغراد أن أبلغراد قامت مثلا في 1890 بأول ترجمة يوغسلافية للقرآن الكريم مثلا لانفتاح على المسلمين ولذلك كانت أول بادرة من نوعها ولكن ربما مشكلة أو خطأ لنقول هذه السياسة أنها اعتبرت المسلمين هم صرب مسلمين فلذلك على حين أن المسلمين عندهم هوية إثنية وقومية يسمون حلهم البشناق فلذلك ربما هذه كانت نقطة خاطئة نقطة الضعف يعني بالمقابل بمعنما نجد أيضا في السياسة الإسلامية لبينا طالما أنها بدأت في البوسنة أيضا انفتاح على المسلمين وبناء مدارس وبناء كلية شرعية لا تزال حتى الآن في قلب سرايفو على النمط الأندلوسي الآن في عندنا في مركز سرايفو ما نسميه بالقسم الأندلوسي الذي قامت فيه بينا كما قلت بإنشاء مشاريع كبرى على النمط الإسلامي الأندلوسي وغير ذلك فإذن لا شك يعني الدين أيضا كان له بالتالي يعني لنقول ما كان في هذا الصراع بين هذين المشروعين وخاصة ما كما قلت ما نسميه بكيفية التعامل مع المسلمين وكيفية توظيف الإسلام هذا الشيء يبدو بشكل أوضح طالما الآن عندنا وقت أكثر يبدو مثلا في الحرب العالمية الأولى أعطيك مثل ربما يهمك مثلا إيطاليا مثل تركيا في الحرب العالمية الثانية كان بتردد مع أي طرف تذهب للحرب هذا تأخر حتى 1915 في معاهدة أبريل نيسان 1915 السرية الحلفاء تبثق ذنهم عن مشروع عظيم ما يسمى تشكيل Islamic State of Albania طبعا المشروع الأساسي النمساوي كان ألبانيا متنوعة بغالبية مسلمة هذا المشروع الآن Islamic State of Albania بحجة أو باسم الدين هو إعادة تشكيل ألبانيا ووضعها تحت الإدارة الإيطالية كثمن لدخول إيطاليا للحرب إلى جانب الحلفاء نفس الشيء هذه الورقة لعب فيها مسلني فيما بعد مع احتلال إيطاليا وبالتالي نجد أن هذه الثياسة أثمرت أنه يصدر في تيرانا كتاب يعني خلال احتلال إيطالي بعنوان الإسلام والفاشية لمفتي ألبانيا الذي يثبت فيه أن الإسلام ينسجم تماما مع الفاشية فلذلك هذه حلقات متكررة في الصراعات على هذه المنطقة أنتقل للدكتور نور الدين مع شكره طبعا أنا معه أنه الأمر لا يتعلق في البلقان البلقان هو جزء من عالم المتوسط وهو سواء من خلال إطلاله على الأدرياتيكي أو إطلاله على بحر إيجا الأذن هو جزء من حوض المتوسط ولذلك أنا كنت دائما أقول أن البلقان هو كريدور أو ممر ممر نحو المشرق وأيضا هو ممر نحو قلب أو عمق بالتالي المتوسط ولا شك أن هذا كان جزء من الصراع إذن على المنطقة أنتقل أخيرا وأشكر الزمير والصديق العزيز ناصر الدين الذي أثار هذه النقطة وهي كانت في البال مسألة التشابه مسألة الصراع بين مشروعين هذا يذكرني بكتاب عزوري 1950 في باريس يقضت الأمة العربية الذي تنبأ فيه أن هذه المنطقة فيها تصادم بين مشروعين كبيرين ولا بد أن ينتهي الصراع بانتصار واحد عن الآخر وبالتالي بمعنى ما هذا الكلام هذه النبوءة قبل مئة عام في 1950 مشروع العروبي والمشروع الصهيوني فلذلك سؤالك أنا أرحب به وأوجهه أو أحوله إلى الزملاء الأعزاء المعنيين بالمنطقة مثل دكتور شويري وغيرهم لكي يشتغلوا عليه بمعنى ما هذه المقاربة أو هذه هي بالتالي لنقول المماثلة حقيقة عندنا مشروعين ونحن الآن في هذه اللحظة بالذات يجب أن نسأل ماذا حل بالتصادم بين هذين المشروعين الكبيرين الذي تنبأ به نجيب عزوري في 1950 شكرا شكرا بسبب صعوبة اللغة بداية ولم أعرف أنها مترجمة إن شاء الله ممكن أن أتفادى هذه الإشكالية بأن أطلع عليها في الوقت القريب إن شاء الله شكرا جزيلا على هذه المنفوذة شكرا شكرا الدكتورة أبو ملحب فضلي في عندي ملاحظة يمكن صغيري على السؤال والجوابي اللي أعطي أخيرا هو بخصوص الأرشيف الفرنسي عندي فكرة عنه منه كثير منه بهال موضوع هذا بالذات لكن كل الأشياء المطلعة عليها بخصوص الأرشيف الفرنسي بموضوع النفط الأرشيف الفرنسي قبل الحرب وأثناء الحرب منه يعني ما بدل على اهتمام فرنسي كبير اهتمام فرنسي إجاء بعد الحرب بموضوع البترول وهذا ما أخذ يعني السياسيين الفرنسيين لاحقا أخذوا على المسؤولين السابقين بأنه فرنسا لم تهتم فعلا كما يجب بموضوع النفط يعني تأخرت كثير على غيرها بالنسبة لي الملاحظتين يلي أثارهم دكتور خليفي لمحاضرتي بموضوع مفاوضات سنريمون أصلا أنا محاضرتي توقفت فيها على سنوات الحرب ولم أصل إلى ما بعد الحرب يعني توقفت فقط يعني خصصة لسنوات الحرب طبعا مفاوضات سنريمون هي المفاوضات اللي الكل بيعرفوا أنه تخصصي بشكل خاص لموضوع النفط ومشاكل النفط بعد الحرب وبدي بالمناسبة بدي أشكر أمامي شميع دكتور خليفي أنه أمني مؤخرا بس طبعا بعد ما عملت هذه الدراسة أمني النص الأساسي الرسمي لحول موضوع النفط في مفاوضات سنريمون وإن شاء الله في مناسبة قادمة رح أعمل هالدراسة بناء على الأوراق اللي أعطاني إياها دكتور خليفي النقطة الثانية اللي أثارها دكتور خليفي بتصور أنه هو اليوم رح يهتم بموضوع الحدود في المشرق ويبدو أنه عنده شيء مهم حول تأثير النفط في هالمسألة على كل أحوال بالنسبة لطريق الترحي للموضوع ما كان له علاقة بهالب يعني بالمواضيع المحلية الموضعية مناقشتي أو محاضرتي كانت جيوسياسية واسعة حاول البعد النفط يعني هالتحركات الكبيرة هالمواقف الكبيرة وين كان النفط فيها إنه إذا كان موجود النفط ولا لا أنا عمقول إنه النفط مش أنا عمقول يعني اللي حاولت واضحه هو إنه النفط كان موجود في كل من هذه التحركات وفي كل المعارك أو في الكثير من المعارك طبعا ما عطيت ليحة بها المعارك من جالي بولي بالدردانيل لمعارك أخرى كانت كلها الهم الأساسي ولو الخفي كان النفط فإذا تأثير النفط على الحدود على ترسيم الحدود في المنطقة طبعا التباينات النفطية أو المصالح النفطية ما بين الكبار وهنا بالأخص طبعا بريطانيا هي المعنية الأولى بتأمل إنه دكتور خليفي وضح لنا هالنقطة أكثر في هذا المساء وشكرا شكرا نفتح المجال الأسئلي جديدي لدينا مداخلي من الدكتور فالي عبد الجبار تفضل حول مسألة الحدود حول مسألة الحدود أعتقد ربطها بالمصالح النفطية يعني مسألة افتراضية حكم افتراضي ما موثق يعني يجب أن ننتبه إلى الوحدات الإدارية العثمانية التي تحولت إلى دول وهذه ليست تجربة خاصة في منطقتنا بالحقيقة أمريكا اللاتينية أيضا تاريخ الوحدات الإدارية الأسبانية والبرتوالية تحولت إلى دول فهذه جزء من خرافة دكتور وجيه كوثراني يشار إلى خرافة سطورة ساكس بيكو واسطورة الخلافة أيضا هذه خرافة الحدود يعني المصطنعة هي الوحدات الإدارية ثبتت شيء مضحك حتى يمكن القضاء الوحدة الإدارية الصغيرة أو الناحية هي حدودها ما يقطعه الحصان في نهار واحد فأخونا الحصان هو اللي يحدد الوحدة الأساسية والوحدات الأخرى بنيت على هذا الأساس بإطار المستوى التكنولوجي في هذاك العصر فنحن يعني كثير بعدين ندرس النفط النفط مصلحة اقتصادية بس هو جزء من مصلحة اقتصادية أكبر تاريخ القرن التبادل التجاري بالقرن التاسع عشر بين أوروبا والمشرق هائل جدا يعني فيه على سبيل مثال كتاب دكتور شارل عيساوي على التبادل التاريخ الاقتصادي حقيقة للمنطقة اللي بدأ من القرن الخامس عشر وأيضاً وفرة الرؤوس الأموال المالية اللي تبحث عن مجالات أسواق جديدة في إطار نظرية الأمبريالية يعني كل هالعناصر المفروض عنصر النفط نرى موقعه في هذه الصورة وليس بدون هذه الصورة مع الشكر طيب بالحقيقة لما تلقى أسئلة أخرى إذا عندهم الزمناء الأساسي شي ردوا على الآخر مداخلي دكتور أرنقود رح يردع آخر مداخلي شكراً جزيلاً حقيقةً أريد أن أشكر الدكتور فالح عبد الجباع على هذه الملاحظة مهمة لأن هذه تبدأ بعض الأوهام مثلاً في البلقان تصور في 1945 عندما تشكلت يوغسلابيا الفدرالية من ست جمهوريات كان هناك خلاف حول تحديد حدود البوصنة مثلاً في النهاية انتهى الأمر أن نأخذ حدود ولاية البوصنة التي كانت عدة قرون خلال الحكم العثماني بسبب هذه الخلافات بين الأطراف المعنية إما بتقزيم البوصنة أو توسيع البوصنة نفس الشيء نجد هذه الحالة تتكرر وبالتالي حتى في سوربيا كانت هي عبارة عن باشاوية أو كانت ولاية طبعاً توسعت ولكن في النهاية هذه يعني ما نستهين بما تركته الولايات أو الحدود الإدارية العثمانية في تشكيل بالتالي لنقول الكيانات السياسية الحديثة إما نفس الولاية أو جمع مثلاً ولايتين أو سلافة كما هو الأمر مع العراق وشكراً أهد فضلي فيما يتعلق فقط في آخر استفسار من الدكتور فالح هو فيما يتعلق في الوحدات الإدارية وفعلاً تم اتباع السبب الوحدات الإدارية وليس ما تعرف عليه الآن على ما يتعلق في منطقة فترة العراق لأنه ما يتعرف على أساس أنه لا يراق لكن الوحدات الإدارية ذكرت الموصل لوحدها فيما تجعل سايكس بيكو لاستثناءها من نفوذ أو وجود البريطاني فيما يتعلق في الاتفاقية وتم التعديل فيما يتعلق في سانريمو ماطلت بريطانيا بعدم تثبيت هذه الاتفاقية على ما كانت لأنها لم يكن لديها الرضا كامل على موضوع الموصل أن تذهب للمصالح الفرنسية لأنها كانت تخاف من الوجود الروسي وأن روسيا موصل ستكون هي المانع ما بين بريطانيا وروسيا هذه كانت التفسيرات فيما يتعلق في المحللين السياسيين في الوثائق لكن النقطة التي تتعلق في النفط وما يتعلق في الوحدات الناحية الاقتصادية والمصالح الاقتصادية ليس فقط النفط هلأ في بداية الورقة هناك لم ألقي هذا الموضوع لكن تحدثت عن الاقتصاد بشكل عام تحدثت عن السلع تحدثت عن الأسواق تحدثت عن النواحي التي ستستفيد بريطانيا فيها من الوجود في المكان وشبهت الأمر بأنه خط جديد نحن لدينا في التاريخ لدينا خط البخور خط الحرير وأصبح كما أطلقت على هذا الموضوع أنه أصبح خط النفط يعني الأمر أصبح متطور المصح الاقتصادية السمرت لكن اختلفت السلعة مع بقاء الأهمية الاستراتيجية هي نفسها وما سبق لم يتم إلغاءه الأهمية السابقة لكن أضيفت أهمية جديدة وهي أهمية النفط فصحيح دكتور مئة بالمئة أن السلع أو أهميات الاقتصادية الأخرى أيضا واردة في المكان وليس فقط النفط شكرا جزيلا عفوا معلش نعتزر في أسؤال كمان ما زال لدينا وقت متاح مداخلي مفتوح على دكتور سيمو عبد المسيح تفضل في إطار يعني الحديث عن الحدود وقيام الدول بالوأعي اللي انتصر بعد الحرب العالمية الأولى ما يسمى يعني المبدأ الويست فالي أوروبا حاولت توسيع هذا المبدأ باتجاه قيام دول على أساس توازنات وعلى أساس سيادة الدولة وكسنجر في كتابه الأخير النظام العالمي يتحدث عن هذه المسألة ويبدو أن هذا المبدأ الويست فالي يتعرض الآن لعملية تدمير كبيرة شكرا بشكل كتير بسيط يمكن فيه نسبة من الصح بهالملاحظة أنه العودة إلى المبدأ الويست فالي لكن ما بدنا ننسى كمان أنه المبدأ الويست فالي قام على أساس القوميات فهل ما مسألة الحدود بالمنطقة والتقسيم قام على هالأساس أيضا فهون بشك نوعا ما بهال وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر